موسيقى أتحايا لكم مشاهدين الكرام نشرة الأخبار من قناة عدن البداية مع العنوين موسيقى أعضاء اللجنة العامة والدائما للمؤتمر الشعبي العام يؤكدون رغبة الفروع وكافة الأطر التنظيمية تولي فخافة رئيس الجمهورية رئاسة الحزب موسيقى مجزرة جديدة ترتكبها الميليشية في تعز وسقوط العشرات من الشهداء والجرحاء في قصف الأحياء بصواريخ الكاتوشة موسيقى طيران التحالف يقصف مواقع الميليشية الانقلابية في عدد من محافظات الجمهورية موسيقى أهلنا بكم من جديد التقى فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي رئيس الجمهورية صباح اليوم عددا من أعضاء اللجنة العامة والدائما لحزب المؤتمر الشعبي العام وفي اللقاء الذي استهل بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء رحب فخامة الرئيس بالجميع واستعرض جملة التحولات التي شهدتها اليمن منذ توقيع المبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية مرورا بعملية التوافق ومؤتمر الحوار الذي اعتبره اليمنيون والعالم أجمع تجربة فريدة في العمل الديمقراطي لما شمله من قضايا اليمن منذ ستين عاما ووضعها الحلول والبعالجات الناجحة لتأسيس مرحلة جديدة وبناء اليمن الاتحادي الجديد وهو ما أكدت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة دستور الجديد الذي للأسف انقلب على ذلك توافق والمخرجات تحالف الحوثي وصالح الذي كان يعض له منذ وقت مبكر وتحت يفطات شتى لتسليم البلد للمجهول من خلال لإعلانهم الحرب على الشرعية والوطن عموما لفرض تجربة دخيلة على مجتمعنا وشعبنا وكذلك العمل لاستعداء الدولة المحيطة باليمن وهو ما تطلب استدعاء دولة حالف لوضع حدا لتلك القوى التي استباحت المدن وشردت المواطنين الأمنين وقتلت الأطفال والنساء ونوها فخامة الرئيس بكل القوى الخيرة في اليمن التي سجلت مواقفها الإيجابية والوطنية في تعرية الانقلابيين ومرميهم بل ومواجهتهم في الدفاع عن مصير شعب ووطن وثمن جهود المؤتمريين ومواقفه بالصلبة في تحديد مواقفهم بكل صراحة في خيار الحفاظ على كيان المؤتمر الذي ينحاز للوطن باعتباره تنظيم وطني لا يختزر مطلقا في شخص ليسير به للهاوية والشعب نحو المشهول وقال فخامة رئيس الجمهورية ومن هذا المنطلق عليكم جميعا الاطلاع بمهامكم بمسؤولية عالية من خلال وحدة الصف والحفاظ على وحدة الدولة والوطن وأحط الجميع بمستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بشقيها الميداني والسياسي وجهود المجتمع الدولي ورسالة أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون للأخ الرئيس الرامية لعقم مشاورات مرتكزة على القرار 22-16 لاستيناف العملية السياسية واستكمال الاستحقاقات الوطنية وقال فخامته نحن دعاة سلام ومسؤولون عن دولة ومجتمع تواقة للوآم والعيش الكريم لأبنائها وخلق أفضل العلاقة الوخوية مع محيطها وجيرانها ولم نذهب للحرب بل فرضت علينا من قبل القوى الانقلابية تنفيذا لأجندة إقليمية دخيلة وفي لقاء تحدث النائب الأول لرئيس المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن نغر وعدد من الحاضرين أكدوا في مدخلاتهم على وحدة الصف ووقوفهم وتلاحمهم خلف القيادة الشرعية للبلد ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي يمثل الإجماع الوطني وشوكة الميزان في واقع البلد وحاضره ومستقبله لتجاوز تحدياته وتحقيق تطلعات أبناء اليمن قاطبة في الاتصار للإرادة الشعب وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والوآم المنشود وأكد في هذا الصدد على رغبة فروع المؤتمر الشعبي العام في مختلف المحافظات وكافة الأطر التنظيمية المختلفة للحزب بتولي فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي رئاسة المؤتمر الشعبي العام وتنفيذ قرارهم بعز الرئيس السابق للحزب علي عبدالله صالح وإحالته للمحاسبة تنظيمية وذلك لخروجه عن أدبيات المؤتمر وميثاقه الوطني وكافة التزامات حزب المؤتمر الشعبي العام في ذهابه للتحالف مع الحوثيين لتدمير البلد وإشعال الفتنة والحرب ضد اليمن قاطبوا لانقلاب على الدولة ومخرجات الحوار الوطني الشامل مؤكدين أن لا شرعية حزبية لأي وفد يمثل المؤتمر الشعبي العام يكون مرشحا من قبل صالح في أي مشاورات استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم مسؤول الشرق الأوسط والخليج العربي في مجموعة أولو طبية الهندية دكتور وليد محمد البكيلي جرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية المساعدة وتقديم أوجه التنسيق والدعم من قبل مجموعة المشفيات الهندية في تشخيط وعلاج جرح المقاومة الشعبية وأكد الدكتور البكيلي عن تقديم بحطة فضائية سيتم تركيبها بأحد أو إحدى مشفيات محافظة عدن للارتباط بنحو 45 مشفى للمجموعة بالهند ليتم من خلالها الوقوف على الحالات وتسهيل عمليات التشخيص والمعالجة ولفت إلى أن مجموعة أو المجموعة الطبية سترسل فريقا طبيا متخصص لمعاينة الجرحة وتحديد الحالات بحسب الضرورة مؤكدا تقديم 200 منحة تأهيلية وتنشيطية سنوية للكوادر الطبية اليمنية في مختلف تخصصات وثمن رئيس الجمهورية الجهود التي يبذلها الدكتور البكيلي من خلال التنسيق مع مجموعة بلوطبية لتقديم العون والمساعدة لإخوانه الجرحة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها اليمن مشيرا أن ذلك الدور الإيجابي الذي يقوم به نابع من وطنيته وحبه لليمن لكونه أحد أبنائه وأكد رئيس الجمهورية تقديم الدولة كافة تسهيلات الإسهام في تدليل المهام الهادفة إلى رفع معاناة الجرحة وإلاء ملف الجرحة الاهتمام الذي يستحقه وذلك بالتنسيق مع مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية لوضع معالجات جدرية لأوضاع الجرحة بصفة عامة التقى نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح اليوم بالهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض أثناء زيارته للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي اللقاء تحدث نائب رئيس الجمهورية بصورة مختصرة عما قدمته الحكومة خلال تواجدها في عدن وحرصها على تطبيع الحياة على الرغم من كل تحديات القائمة وقال نائب رئيس الجمهورية أن الحكومة تسعى لكي تكون عدن نموذجا للمناطق التي استعادتها الدولة بجهود أبناء المحافظة وصمودهم ودعم ومساندة دول التحالف وأن الجهود فيها لازالت تبدل وتشهد تحسنا يوما بعد الآخر في مختلف المجالات وضاف أن الحكومة متواجدة في عدن وغيرها من المحافظات المستقرة بعدد من الوزراء وستعود بشكلها الكامل في أقرب وقت ممكن في ظل عدد من الإجراءات الأمنية التي تتخذ لتسيير عملها في الداخل وكذلك الحكومة أحرص من غيرها على دفع بعجلة الحياة وأنها لا تدخل جهدا في ذلك وتبدل جهودا استثنائية في ظل تحديات كبيرة تتعلق بعدم امتلاكها للمقاومات الأساسية للعمل وأدوات التنفيذ في حدها الأدناء لأنها استجابت للنداء الوطني وبما لها من شرعية دولية أثرت تصدي لهذه المهمة الوطنية في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية وأشار إلى أنه لا يوجد ما هو مغري في السلطة في الوضع الراحن وأن المسؤولية يجب أن تكون مشتركة بتغليب مصلحة الوطن فوق كل الانتماءات الأخرى وعلى الجميع الأحزاب والمكونات السياسية أن تتحالف لتحقيق المصلحة الوطنية لجميع أبناء الشعب وتقف صفا واحدا أمام الانقلابيين من جماعة الحوثي وصالح وحول علاقة الحكومة بمؤسسة الرئاسة أوضح نائب رئيس الجمهورية بأن الجميع يقف في صف واحد وعلينا أن نتغلب على كل تباينات التي تحال أو تحاول بعض الأطراف توسيعها كما شددها على أن المرحلة لا تحتمل الخطأ الواحد ويجب أن لا نكرر الخطأ التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة فلا مجال لإصدار الأحكام الفردية ولا مجال للبحثوبية وعلى الجميع أن يعمل وفق الدستور والقانون ابتداء من رأس الهرم إلى أبسط موظف في الدولة هذا وقد جرى بعد ذلك مناقشة عدد من القضايا المهمة والمتعلقة بعدد من المناطق والمحافظات كما تم بحث ملف المقاومة وآلية دمجها في الجيش الوطني وملف الشهداء والجرحة والإغاثة وإعادة الإعمار والتنمية والعديد من المستجدات على صعيد الداخلي في بلادنا حضر اللقاء من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون صالح قنيعر وكذا عبد العزيز العويشيق كما حضر اللقاء السفير السعودي لدى بلادنا محمد الجبر بحث وزير التخطيط وتعاون الدولية دكتور محمد الميتمي اليوم خلال لقائه بالمدير القطري لليمن وجيبوتي ومصر سيد أسعد علام ومديرة مكتب البنك الدولي في اليمن السيدة ساندرا بلوم كامب والفريق المعني بشؤون اليمن بواشنطن مجالات التعاون القائبة والمستقبلية بين اليمن والبنك حيث تم مناقشة ملف العلاقات أثنائية وبحث المشروعات القائمة والمستقبلية وإمكانية رفع مستوى التعاون بين اليمن ومجموعة البنك الدولي خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب دعم اليمن في مجالات عديدة أهمها إعادة الإعمار كما التقى الوزير الميتمي بسيد دجنيد أحمد مدير قطاع إدارة المياه في البنك الدولي وبحث معه سبل دعم البنك في مجال إدارة قطاع المياه لتضمينها في إطار مخطط الحكومة لعادة الإعمار والتنمية مغيات الحفاظ على المياه الجوفية والتربة وتقليل نسبة الاستنزاف من مخزن المياه إلى ذلك استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي مع خبراء البنك الدولي في مجال الحوكبة التحديات التي تواجه اليمن والتي يتطلب وضع البرامج التي تعزز من كفاءة وقدرات المؤسسات الحكومية بشكل عام وكفية تطوير آلية مراجعة وتدقيق أداء الحكومة وتثبيت منظومة النزاهة ومفاهيمها باعتبارها من المرتكزات الرئيسية لتطوير العمل المؤسسي وإرسال مبادئ الحوكبة الرشيدة استشهد اليوم 21 من المدنيين على الأقل وأصيب 70 آخرون بينهم عشرة حالة أو في حالة خطيرة جراء قصف بصواريخ الكاتيوشا أطلقتها ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح على عدد أحياء سكانية في مدينة تعز وذكرت مصادر طبية أن عددا كبيرا من الجرحة حالتهم خطيرة في مشفيات الثورة والروضة مشيرة إلى أن هذه الإحصائية أولية وأن العدد مرشح للتصاعد نظرا للعدد الكبير من الجرحة وأكدت المصادر أن مشفيات المدينة وجهت نداء استغاثة للتبرع بالدم وكذا النداء للمجتمع الدولي والإقليمي لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين في المدينة وقد شهدت الجثث تكتظ على الأرصفة وعدم قدرة المسعفين على نقل الجرحة جراء القصف العنيف الذي تتعرض له الأحياء بهذه الكلمة دفننا فريد في مقابر الوجع ولحود الألم ثم أهال على رؤوسنا تراب الحزن ورحل رحل حتى دون أن يقرأ علينا فاتحة الكتاب فريد شوقي نموذج مصغرة لمدينة كبيرة تتشبث بالحياة كما فريد تصرخ كل يوم لا تدفنون لا تقبرون الطفل ذو السنوات السبع استطاع أن ينفث في صدورنا أحزان سبعين عاما بل أكثر ففي رجائه هذا خلاصة لحزن مرير تكاد تبيض منه عينا تعز وليس لفريد رداء حتى يلقى عليها فيعود إليها البصر موسيقى لشيني دروس قد نحنا باقدين للمدرسة وفاقدين للحديقة وفاقدين للألعب ها قنا موسيقى 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 هنا كنا في منزل فريد وفي حارته نناظر هول المشهد ونرى المباني المدمرة التي لم تحتمل قوة وعنجهية قذائف الميليشيا فما بالك بجسد طفل صغير رحل وترك أصدقاءه هنا يرون تفاصيل الفاجعة ويحكون بدموعهم ما لا تقوى أفواههم على نطقه في المنزل الحزين كانت أم مكلومة تتربع في إحدى الزوايا يرافقها كل حزن الكون وبجوارها طفلها الآخر الذي أصيبه أيضا بشضايا ومن خلفهم أب مفجوع بولده ولده الذي تشبث بصدره طويل اللحظة إسعافه وهو يقول لا تقبروني قل لي لا تقبروناش معيننا هديته قتله ومعين نزلت الدمعة ومعين قتله ما لا تخافش ومعين بتقوم بالسلام ومعين ويلفت لي وقل لي الكلمة أم فريد تحدثت إلينا بدموعها قبل حروفها بنظراتها قبل كلامها بعبراتها قبل أنفاسها المختنقة وحشرجتها التي تفقد من يسمعها الرغبة في الحياة حسبي الله نعم الوكيل حسبي الله نعم الوكيل هيثم شقيق فريد الأصغر وتوأم روحه سألناه أين فريد فأجاب بطفولة نقية خالية من شوائب الكبار وحقدهم في القبر وتسليط الضوء على جرائم الميليشية وما حدث من بشاعة معنا بن رياض المحلل السياسي الأستاذ عادل شمسان أستاذ عادل شهد أو تعضدت جرائم الميليشية في تعز ومن بشاعة وجرائم مرتكبة من قبل الميليشية الحوتي لماذا تستمر هذه البشاعة في تعز وتزداد يوما عن يوم هي أختي العزيزة رسالة من الحوتي إلى المجتمع الدولي للشعب اليمني هي رسالة دم مستمرة أنهم لن يتوقفوا هذه البقازة التي تتم كل يوم وكلمة لا تقبرونيش هي كل يوم موجودة في تعز في الأمس واليوم وغدا يعني ستستمر القريمة اليوم البشعة التي حصلت تدنى لها القبين يعني لا يمكن السكوت عنها وهي دليل كبير على أنه هذه الميليشية لا تفهم سواء لغات العنف تقصف المدينين في الأحياء السكنية الواضح يعني من هذه الرسالة أنهم لن يتوقفوا خصوصا يعني بتاعز التي تحمل المشروع المدني الكبير لليمن الأحياء السكنية التي قصفت يعني في المنظور العسكري هي بعيدة جدا عن خط التماس الأحياء السكنية من شارع جمال ووسط المدينة هو الشريان المغذي للاحتياجات الناس التي يحتاجونها في هذه المدينة فهي بالأخير هي رسالة الدم يعني مستمرة تطلقها لجماعة الحوثي لأي مشروع كان لأي مسودة كانت يعني على سواء الآن أو بالوفق القريب نعم طيب أستاذ عاذل يعني هناك تناقض هناك عدم موضوح ما الذي نفهمه في ارتكاب هذه الميليشية الجرائم بعد إرسال قيادته برسالة الأمين العاب للأمم المتحدة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 22-16 ما الذي نفهمه؟ نفهمه أنه لا يوجد هناك تناقض هذه الجماعة عمدت على هذه الأمم من قبل من أثناء مؤتمر الحوار كانوا يتحاوروا ثم يقتلون الناس ثم بعد ذلك انطلقوا الرسالة في جهة وفعلهم على الأرض في جهة مليشية الحوثي تقولنا أو ما يسمى باللقنة الثورية لا يسأل لهم علاقة بما يدور بالجانب السياسي هم لهم الأرض يتحركون فيه ولن يتوقفوا نعم الدليل أو ما يسمى يعني أو بالمفهوم الإعلاني التناقض نحن نطلق عليه تناقض لكن هو من صميم حياة هذه المليشية أن يفعل يعني فعالهم غير قوالهم نعم وتستمر هذه الأعمال بهذه الطريقة يعني قتل واستمرار في القتل طيب إلى متى ستستمر هذه الأفعال وهذه المحاولات وأعداد الضحايا اليوم تصل وترتفع يوما عن يوم لماذا هناك حوار ولكن هناك كاتشف تعز وما تتجرعه تعز ليس بقليل أعداد الضحايا ترتفع أستاذ عادل وصلت إلى كم وهل هي في تزايد نعم هي في تزايد يعني واصلة لاني حسب المعلومات قبل ما أطلع للستوديو إلى حدود 26 شهيد وما زال هناك حالات حارقة جدا وحالات أيضا تم دفنها لأنها يعني الأشلاء يعني لم يجد الناس قثة واضحة وإنما عبارة عن أشلاء تم دفنها قبل إيصالها إلى المسجفيات في مسجفة الثورة ومسجفة الجمهوري ومسجفة الحكمة ومسجفة الروضة العديد من الشهداء والقرحة والتي حالتهم خطرة جدا وتوقع أن ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من ذلك نعم من الرياضة المحللة السياسية الأستاذ عادل شمسان شكرا جزيلا لك شنت مقاتلات تحالف غارات جوية على عدد من المواقع العسكرية تابعة لميليشيا الحوثي وصالح في صنعاء حيث سمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة وذكرت مصادر محلية أن الطيران استهدف مخازن أسلحة بجبل نقم ومناطق محيطة بدر الرئاسة وجبل النهدين كما وصل الطيران قصفه على مواقع عسكرية أخرى للميليشيا شنت مقاتلات التحالف العربية سلسلة غارات ليلية على مناطق متفرقة بمديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت دبابات وأليات عسكرية في وادي حرض موضحة أن طائرات التحالف تنفذ هجمات مفاجئة على ميليشيا الحوثي وصالح حاولت التسلل إلى منفذ الطوال السعودي مخلفة عشرة القتلى والجرحة في صفوف الميليشيا كما قصف طيران التحالف مقر للميليشيا وسط مدينة حرض ذكرت مصادر محلية في مدينة مكيراز محافظة أبيان أن طيران التحالف واصل قصفه بشكل عنيف على مواقع أليات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح موضحة أن طيران دمر مخزن صواريخ يقع في محيط لواء المجد حيث وقعت انفجارات عنيفة لصواريخ داخل المخازن المستهدفة كما شهد هروب جمعين الميليشيا من المواقع ذكرت مصادر في المقاومة الشعبية في محافظة الجوف أن المقاومة الشعبية والجيش الوطني سيطروا على معسكر الخنجر الذي يعاد من أهم المواقع العسكرية من قبضة ميليشيا الحوثي وصالح موضحة أن الرجال المقاومة وقوات الجيش الوطني سيطرت على المعسكر بعد وصول تعزيزات عسكرية إليها كما يواصل الرجال المقاومة وقوات الجيش الوطني محاصرة معسكر الأبناتس الذي يقع شمال مدينة الحزم عاصمة المحافظة التقى الدكتور محمد علي مارم مدير مكتب رئاسة الجمهورية وسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية في مكتبه بالدكتور عبدالسلام صالح حميد مدير عام شركة النفط فرع عدن والأستاذ عبدالله العناني مدير الانتاج بشركة بصافي عدن والدكتور أحمد سنكر نائب مدير عام البنك الأهلي فرع عدن وذلك لبحث كيفية توفير المشتقات النفطية ومعالجة الصعوبات التي تعاني منها شركتاء النفط ومصافي عدن والعمل على تذليلها وناقش اللقاء الأزمة الخانقة التي تعاني منها المحافظة في المشتقات النفطية والعمل على معالجة الصعوبات لتوفير احتياجات المحافظة وبقية المحافظات المجاورة للمشتقات النفطية وأكد دكتور مارم حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس عبدالربو منصور هادي رئيس الجمهورية توفير المشتقات النفطية وتدليل الصعاب التي تواجه عمل المؤسسات الحيوية كونها تعد شريان الحياة للمواطن والوطن اطلع دكتور محمد علي مارم مدير مكتب رئاسة الجمهورية والسكرتير الخاص لرئاسة الجمهورية على سير العمل وتجهيزات وأعمال الترميم وصيانة الصيانة للقصر مشيرا إلى أن أعمال ترميم القصر الرئاسي تسير بوتيرة عالية ووقف الخطة الزمانية المحددة لأعمال الصيانة اليوم كان لنا زيارة تفقدية إلى المعاشيق للنظر بماذا عملت شركة نابودة والحمد لله في تجهيز بدرجة عالية تفوق التسعين في المياه تبقى لمسات بسيطة في ميجال المياه كان حاضر معنا مدير عامل المياه الأستاذ نقيب ومدير عامل اتصالات وكذلك مدير المنطقة الأولى بالنسبة للكهرباء في تشييق في هذه اليومين بإذن الله يكون منتهي أمر آخر وهي معضلة موجودة في داخل الشارع حول موضوع الغاز المنزلي وكذلك البنزين والديزل قبل قليل كان معنا لقاء مع مدير الانتاج في مصافي عدن وكذلك كان مدير عامل النفط في محافظة عدن وأيضا مدير البنك الأهلي المدير التنفيذي الذي نعمل بينهم عملية توافق في كفية شراء الشحنة بمعدل 55 ألف طن في ميجال الديزل و35 ألف طن في ميجال البترول التي هي أساسا اليوم داخلة بإذن الله إلى الشركة المصافي من داخل ميناء عدن ويبقى علينا موضوع البنزين بإذن الله يوم غدا وبعد غدا يتم تحويل المبالغ المطلوبة لها ونحن فقط نقري عملية المغاصة وكيفية إيجاد مبلغ في الحسابات الخارجية بالنسبة لهذه البنوكة وأي جهة ممكن تعيرنا نفس المبلغ الأمور قارية بشكل طيب في كيفية تغطية هذه الإشكاليات التي هي أساسا الموضوع السعب المسبوع للمواطن وبإذن الله الأمور تنعكس بشكل إيجابي وننتغل إلى خطوات أخرى من ضمنها موضوع كيفية الانتهاء يوم غدا بإذن الله يتم تسليم موضوع جميع قيد الشباب في المقاومة والذي عملوا لفترة شهر متتامل في داخل مكتب رأسة الجمهورية بحث محافظ عدن لواء جعفر محمد سعد اليوم مع مدير المنظمة الدولية تشيل سيد كريستوفر فيرمن أوجه التعاون الإنساني بين سلطة المحلية والمنظمة الدولية وأكد المحافظ دعم سلطة المحلية في توفير الحماية الأمنية للمسؤوليين الدوليين وكذا تسهيل كل الصعوبات أمام فريق العمل التابع للمنظمة بمحافظة عدن مستعرضا مجمل الأوضاع التي تشهدها المحافظة وفي المقدمة الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية كالأمن والكهرباء والصحة والمياه والنظافة والتربية والتعليم وشد المحافظ بالدور الذي تلعبه المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان لما تقوم به من عمل إنساني بكل حيادية تامة عقد مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني ممثلة بالجمعيات والمبادرات الشبابية أمس بمحافظة عدن اجتماعا موسعا للتشاور بخصوص الوضع الأمني بالمحافظة ومناقشة كيفية إسهام المجتمع في تطبيع الأمن والتعاون مع الجهات المعنية جنبا إلى جنب حيث ردد الحضرون بشدة ما يحدث في عدن من إنفلات أمني يتمثل في حمل السلاح وكثرة عمليات الاغتيال وظهور جماعات متطرفة في المحافظة مشيدين أو مشددين على ضرورة فرض هيبة الدولة والإسهام في عملية دمج المقاومة في مؤسسة الجيش والأمن قام محافظ أرخبيل سقطر سعيد باحقيب اليوم ومعه سفير دولة قطر لدى اليمن محمد بن حمد الفهيد ورئيس مؤسسة سبل التنموية الخيرية عبد العزيز بن جاسم الثاني اليوم بزيارة تفقدية للمشاريع التنموية التي تنفذها مؤسسة السبل بالمحافظة وثمن المحافظ باحقيب باسم السلطة المحلية الدعم التي تقدمه دولة قطر الشقيقة لابناء الشعب اليمني خاصة في مثل هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها اليمن نتيجة أعمال الحرب التي تشنها الميليشية الحوثية وصالح الانقلابية على عدد من المدن والمحافظات من جانبه أكد سفير القطري لدى اليمن محمد الفهيدة نزيارته إلى محافظة أرخبيل سقط راتات للإطلاع على احتياجات المحافظة في مختلف المجالات وتقديم الدعم اللازم لكونها محافظة ناشية دشن محافظ أبيان الدكتور الخضر السعيدي حملة رشا ضبابية لمكافحة ناقل حم الظنك والتي تستهدف مديرية زوند جبار وكذا المحافظ على ضرورة إنجاح الحملة التي ستستمر أربعة أيام لتحقيق أهدافها المنشودة في تصدي لهذا المرض والحد من عظم انتشاره منوها ضرورة التوعي والتثقيف الصحي عبر آئمة المساجد والخطباء والإعلاميين لخلق وعي متكامل عن المخاطر التي تهدد حياة المواطنين نظمت إذاعة شبوى في عتق حلقة نقاشية حول تفعيل أداء وسائل الإعلام بمشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين وقيادات منظمات المجتمع المدني والقيادات الإدارية بالمحافظة محافظ شبوى عبدالله علي النسي أشار إلى همية دور الإعلام في تنوير وتوجيه إرشاد المجتمع نحو القضايا والأهداف التي تخدم الوطن وتلبي آماله والتطلعاته في الرقي والتطور والتنمية لفيدا إلى دور الإعلام في تعريه مظاهر الفساد ونبذ ومحاربة العصبية عقدت اليوم في عتق أيضا محافظة شبوى دورة تدريبية لضباط الترصد الوبائي لأمراض الشلل الرخو الحاد والحصبة والحصبة الألمانية في المرافق الصحية والتي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد بوزارة الصحة العامة وسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وهدفت الدورة التي شارك فيها ستون متدربة ومتدربة إلى إكساب المتدربين المعارف والخبرات والمعلومات اللازمة حول همية الترصد لأشلل الرخو الحاد وأبرز أنشطته ومؤشراته على مستوى الجمهورية والمحافظة نشرة الأخبار انتهت إلى العنوين أعضاء اللجنة العامة والدائمة للمؤتمر الشعبي العام يؤكدون رغبة الفروع كافة الأطر التنظيمية بتهولي فخامة رئيس الجمهورية رئاسة الحزب مكزرة جديدة ترتكبها الميليشية في تعز وسقوط العشرات من الشهداء والجرحة في قصف الأحياء بصواريخ الكاتوشة طيران التحالف يقصف مواقع الميليشية الانقلابية في عدد من محافظات الجمهورية انتهت نشرة الأخبار لكم أجمل التحايا للقاء اشتركوا في القناة